أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رياضة الفروسية البحرينية تعتبر إحدى العلامات البارزة في الترويج لمملكة البحرين في المحافل الخارجية عبر مواصلة تحقيق الإنجازات التي تجسد دعم ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا سمو إلى أن هذا الدعم هو الأساس المتين لتحقيق الإنجازات للمملكة الغالية وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز لين أوف دي بارتشر ملك سمو وبإشراف فوز ناس بالمركز الأول في سباق بريتش ستاليون ستاند إي بي إف ستيك على مضمار سالبيري بلندن لمسافة ألف ومائتي متر على الأرضية العشبية وما يعزز القدرات الكبيرة لرياضة الفروسية البحرينية في مشاركاتها الخارجية وأضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الحضور البارز للبحرين في السباقات الكبرى يؤكد المسيرة الناجحة لرياضة الفروسية البحرينية في المحافل الخارجية وقال سموه يعتبر هذا السباق هو الظهور الأول للمهر لين أوف دي بارتشر في الموسم الحالي وفوزه سيكون دافعا للمزيد من النجاحات في السباقات القادمة خصوصا أن هذا الفوز يعتبر الرابع في مسيرته وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها الفارس ديفيد إيغن والمدرب روجر فيرنر متمنيا سموه للمشاركات البحرينية دوام التوفيق والنجاح